اجتماع مصغر لممثلي جماعة الحوث وصالح في صنعاء أفشل انعقاد مؤتمر مشاورات الكويت في موعده المحدد ومهما بدأ تحالف الحرب منسجما في مواقفه أمام الشاشات إلا أن مصادر تتحدث على أن مواقف جماعة الحوث وصالح منقسم على نفسه فجر إفشال صالح والحوث عقد المشاورات موجة استياء عارم لكن في الحقيقة هذا ما يتسم به تحالف الانقلاب قبل كل جولة أو بعدها تبدو الحالة السياسية بالنسبة لهذا التحالف الأسوأ غائبة لا مائعة في لحظة لا يزال يكرس المجتمع الإقليمي والدولي محاولاته تخلي هذه الميليشيا عن السلاح والتحاقها بميدان السياسة الواضح إذن أن الجماعة لا تجد ذاتها خارج جبهات القتال فكيف لا وهي من اجتاحت المدن وأسقطت مؤسسات الدولة ولاحقت الناشطين واعتقلت السياسيين والصحفيين وعندما ذهبت للتوقيع على الاتفاق المبدئي لتثبيت وقف إطلاق النار لم تلتزم به فظلت تنفذ هجماتها في تعز والبيضاء وغيرها من المدن وبينما تتحدث مصادر أن وفد تحالف صالح والحوثي تأخر لعدة أسباب أبرزها مطالبتهم بوقف غارات التحالف العربي ولعدم تثبيت وقف إطلاق النار بالإضافة إلى زعمهم أنه لا توجد أجندة واضحة للحوار في الكويت ذهب المبعوث الأممي ليشكر الحكومة بموعد المباحثات في الوقت الذي دع صالح والحوثي بأن لا يضيع الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الأرواح ومن المفترض أن تضع حلن لدوامة العنف ترجمة نانسي قنقر